موسيقى تحقق في تسجيلاتها الملفقة في أحداث مجلس الوزراء وتستدعي رئيس مباحث حضائق القبة اليوم السابع الاستشاري يرفض انتخابات الرئاسة قبل الدستور جارية الأهرام صفحة الأولى الإسراع بصرف مليار جنيه لدعم الحاجزين في المشروع القامل للإسكان واليوم السابع برضو صفحة الأولى الحكومة تعلن صرف سبعين مليون جنيه لأسر الشهداء المصر اليوم صفحة الأولى بدء معارك المرحلة الثالثة لانتخابات إصابة ثلاثة في مشاجرة بين أنصار الإخوان ومستقل في المينيا وصفحة الأولى بالأهرام إعادة التفاوض مع صندوق النقد على ثلاثة واثنين من عشر مليار دولار واستبعاد قرض البنك الدولي وأخيرا اليوم السابع صفحة الأولى إخلاق سبيل علاء عبدالفتاح وثمانية وعشرين آخرين ومنعهم من الصفرة نبدأ على طول من جريدة الأهرام والصفحة الأولى والحكومة تطلب مهلة شهرين لتلبية مطالب المواطنين تفاصيل الخبر يا فن تفاصيل الخبر هي أن حكومة الدكتور كمال الجنزولي حتحاول بقدر الإمكان في الفترة المقبلة أنها تثبت أنها كانت عند حصن الظن وأن كل ما أصير حواليها في الفترة الأخيرة كان مجرد شكوك فهو يحاول يكسر الشكوك ديته ويحاول أنه يدي بارقة أمل وكويس أنه قال شهرين يعني بشرة خير ما قالش مثلا على نص السنة الجاية أو خلال عامين أو أي حاجة لأنه الرجل من 1906 واسية لما كان رئيس ووزراء وأنا كنت متلمس فيه وكنت متابع شغله باستمرار أنه هو من نوعية الرؤساء الوزراء اللي هما ما بيحطوا الحقيقة على الترابيزة هما ما بيجدبوش يعني هو بالعكس زينه حاضر بالأرقام والأسانيد والأدلة فتطلب مهلة شهرين لتلبية مطالب المواطنين ده معناه أنه هو ابتدى يعود على بعض الملفات المهمة ويحاول أنه هو يلاقي حلول سريعة وخصوصا فيما يتعلق بملف الاقتصاد وملف التعليم وملف الصحة لأنها دي أكثر الملفات اللي تهم المواطنين يمكن حكومة الدكتور كمان الجنسوري في المؤتمر الصحف الأول لها كان أهم حاجة بالنسبة لها هو السعادة الأمن للشارع كانت من أهم الملفات اللي موجودة وغير كده كمان هو فعلا في البداية خالص يعني متهالي الكلام ده مش جديد الحكومة تطلب بمهلة شهرين لتلبية مطالب المواطنين يمكن ده كان كلام صرح به دكتور كمان الجنسوري في البداية خالص بس وفعلا المهم اللي هنعرفه إيه أهم الملفات اللي محتوطة على أجندة زي ما بيقوله دكتور كمان الجنسوري اللي بدء فيها في تلبية مطالب المواطنين بحكم خبرته هو كان وزير تخطيط ونهب رئيس وزراء قبل ما يبقى رئيس وزراء فأكيد ملف الاقتصاد والشؤون المالية الأمور المالية الخاصة بالدولة هي دي هتبقى على رأس الأولويات هو السؤال المهم إزاي أنت حتقدر تتعامل مع الملف الشائق ده خصوصا أن أنت اعترفت في لحظة بأن في عجز في الموازنة وصل 134 مليار جنيه بالزبط وبالتالي أنت قدامك تحدي كونك أن أنت تلتزم بشهرين ده معناه أن أنت حطيت خطة محددة حتسير عليك والحساب بعد شهرين وعلى فكرة ممكن يكون لجأ الشهرين دول علشان يحاول أنه هو يمتص غضب الشرع المصري اللي بيتعامل مع وجود الجنزول على أنه من العهد السابق فأنا تقدير النهاية دي ممكن تكون محاولة تكتيكية منه أنه هو يمتص الوقت يعني يمتص الغضب ويحاول أنه يكسب وقت علشان خاطر يوضح إيه هو اللي في خطته لكن أنا من خلال معلوماتي عن شخصية كمال الجنزول أنه هو رجل بيحاول يثبت أنه رجل أفعال أكتر منه أخوال بيحاول يثبت أنه هو عملي نشوف طبعا أنا شاف أن مولد شهرين دي يعني حاجة مبشرة جدا بس برضو تحدي صعب جدا أكي لازم يكون رقعين طبعا خلينا نروح كاريت الشروق صفحة الأولى Financial Times تختار الشباب العربي شخصية 2011 هو الخبر ده يعني خبر كان متوقع جدا لأن 2011 ده كان عام ربيع العربي ده صحيح وربيع العربي سواء في التونس في ليبيا في اليمن وفي سوريا وسوريا لسه طبعا بتخوض معركة صعبة جدا معركة تكسير العظام بين الشعب والنظام يعني وأهم حاجة ما حدثها في مصر الـ 25 نايل ففيه خبر كان قبل كده بحوالي أسبوع أو عشر تيام أن مجال التايم اخترت المتظاهر هو هو شخصية رمز العام هو شخصية العام المتظاهر وهو Financial Times تختار الشباب العربي والمتظاهر هو الشاب لأن أغلب الشراحية معتدامة على الشباب بس أنا شايف أن الجائزة دي تتوج في النهاية بأن لازم السورات دي كلها تؤتي سمرها طبعا يا فن فهو دي ده بيدقي انطباع لأي شاب أو أي منتظاهر بيبحث عن الحرية أو العدالة أو التغيير الحقيقي للمجتمعه والوطنه أنه هو لابد أنه يستكمل المسيئة ده انطباع إيجابي من كل وسائل الإعلام بتحترم أي سائر يبحث عن الحرية ويواجه أي نظام مستبد لكن الجائزة دي بتبقى جائزة تشجيعية أكتر منها جائزة تقديرية إذا بزبط جائزة نوبل اللي حصل عليها أوباما للسلام وهو ما عملتش حاجة خالص يعني هو ما عملتش حاجة في البداية خالص بس الجائزة دي كانت كل التفسيرات والتأويلات المحللين الساسيين إنها جائزة تشجيعية علشان أوباما يسير في خطة إيه السلام أو يعمل عملية تنشيط لعملية السلام مقارنة مثلا بالجائزة ما خدها الرئيس السادات وبيجي أنه أنا تواصل الاتفاق كامبي ديفيد بعد دي كانت جائزة تقديرية فالجائزة دي جائزة تشجيعية لأن الشباب العربي إذا كان هو كمل المسيرة نظر له كده أن هو يستحق هذه الجائزة عن جدر وده دورنا دور حضرتك ودور العبد لله ودور أي شاب أو أي حد غير على هذا الوضع لأن كان فيه برضو جائزة حناخدها وإحنا كنا مرشحين لجائزة نوبل كان مجلس شؤون الخارجية كان مرشحنا لجائزة نوبل شعب المصري ياخد جائزة نوبل للسلام وكان فيك يعني ممكن ده كان يحصل وكانت حتبقى أول ظاهرة لأن كانت الصورة بتاعتنا صورة مختلفة بكل المقاييس وما أسقطتش النظام بقوة السلاح لا بقوة الإرادة وكانت سلمية في البداية وكانت سلمية حتى الآن فأنا شاف أن الجائزة دي جاء ممكن تكون بادرة خير والمفروض أنها تشجيع على أن إحنا نكمل صبرتنا ونحاول إن شاء الله بإذن الله أن إحنا نوصل لبلدنا لبر الأمان هو دي يبقى الجائزة لها القيمة الحقيقة هنا نروح لمصر اليوم صفحة الأولى والنيابة تحقق في التسجيلات الملفقة في أحداث مجلس الوزراء وتستدعي رئيس مباحث حضائق القبة بس دي تحركات متأخرة قوي يعني النيابة أو دور القضاء أو دور البحث الجنائي كان لازم يبقى أسرع من كده لأن أحداث مجلس كان لازم يبقى أسرع من كده بعد ما الموضوع تفجر في أحداث شارع محمد محمود ده كان لازم الموضوع يبقى فيه سرعة أكتر من كده ودي مشكلتنا ونبدأ لش نقول لنا صورة 25 اناير حتغيرنا 180 درجة إحنا بنتأخر في الإجراءات بنتأخر في سرعة التعامل مع المواقف خصوصا أن إحنا لازم نوصل لمرحلة الانفجار وبعد كده نبدأ نتحرك كان المفترض أن النيابة أو أي حاجة تحدث يعني أي انفجار في الشارع المصر يحدث بهذا الشكل لابد أن تسارع النيابة في التحرك ولابد أن يكون هناك تحقيقات عاجلة وعلى أعلى مستوى وفنا بيقول حضرتك التحقيقات بتاخد وقت أنا أسفى وعمل ما نسمع للطرف ده وللطرف ده فعشان كده لا التحقيقات بتاخد وقت هي بالتحقيقات بتاخد وقت ممكن نسمع الأطراف أو ممكن تكون الحقيقة ملتبسة شوية بس أنا بتكلم سرعة التحرك أن لازم يبقى فيه سرعة التحرك على مستوين من المجلس العسكري أنه لازم يبقى فيه إعادة أمن ولازم يبقى فيه سيطرة على الشارع أكتر من كده وإن النيابة أو القضاء يأخذ إجراءاته في أن لابد أن يكون فيه أدلة واضحة يعني إيه تسجيلات الملفقة معلش أنا يعني ليس أخذ ملفقة في إيه بالزبط؟ لأن إحنا مش عارفين الحقيقة في مجلس الوزراء حداث مجلس الوزراء الزيال دي ممكن تكون ملفقة أن المجلس العسكري هو اللي كان متورد في التأمر هو اللي عمل بانونة الاختبار ديت علشان يشوف الشارع أخباره إيه وهو دوت يعني هو اللي حاول بقدر الإمكان أنه يلفق التهم لبعض الناس علشان يظهر في صورة أنه هو بيواجه البلطاجية وأن الصوار في الحقيقة هم المتهمين في التسجيلات الملفقة ديت أنا ما أقدرش أجزم بأنها راجع لإيه بالزبط؟ لأن في موقف زي ده حداث بدعرفيش الحقيقة فين؟ يعني أنت حدريك شايف أنه فيه الطرف الثالث اللي هو الخفي اللي هو الخفي الطرف الثالث ده موجود سواء كنا قبل الثورة وبعض الثورة إحنا دايما عايشين في طرف الثالث والطرف الثالث ده قد يكون طرف خارجي بس أنا عارف مين هو الطرف الثالث أنا كشريف سامير قناعة الشخصية أنا عارف مين هو الطرف الثالث الطرف الثالث ده هو شبح قدامنا إحنا دايما بنصور وعارف كويس قوي أن في الغالب هم دول المستفيدين من كل الفوضى اللي بتحصل دلوقتي ونرتاح ونريح عندنا أحداث كتيرة جدا 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 وكل مرة تشكل لجنة واللجنة تقصى الحقائق وما بتطلعش النتائج وبعد كده بنقولني فيه طرف تالت تمت رايحونا وتقولوا مين اللي بيخرب أقول شبابنا ومين اللي عايز يحرق البلد ومين عايز يخلي الدولة تنهار تمت قولنا عشان نقدر نساعد أصلا هو حيقول له حاليك بنعلى لي ما عندوش أسانيد ولا أدلة أنا كل اللي عندي استنتاجات والاستنتاجات بتقول أن الطرف التالت أنا بقول مواقع استنتاجات أن الطرف التالت هم شلت الفاسدين الموجودين في سجنة تورا أنا متأكد من ده لأن أنت حترك وتعايشة في فساد على مدار 30 سنة ده عبارة عن شبكة مهنمية من العلاقات بديه جدا أنه حتى وهو خلف الأطبان هيعرف يحرك المسائل دي كلها لا والتجمع كمان هم كلهم متجمعين في نفس المكان في نفس المكان والموبايلات أكيد مش منقطعة وحتى لو فيه موبايلات منقطعة فيه زيارات فيه آآ شلة آآ بلطجية فيه لابتوب فيه كمبيوتر فيه كل حاجة لكن هي الفكرة وما فيها أن أنت لو أنا من وجهة نظري أوقفت التظاهر دلوقتي دي نقطة أعدت الأمن للشارع دي نقطة تانية حملت فيه جددت الثقة بينك بين المجلس العسكري وما بين مطالب الصور كل ده حيقطع الطريق عن أي حد اسمه طرف تالت سعر سريعا واليوم السابع الاستشاري يرفض انتخابات الرئاسة قبل الدستور وجهة نظر طبعا تحترم وأنا أؤيدها يعني إحنا خلاص بصدد تشكيل برلمان الصورة وأعتقد أن الجماعة المحظورة تحولت الآن وأصبحت زي ما كان بقى شاعة محظوظة وابتدى لها النسبة الأكبر من مقاعد فهذا البرلمان كفيل دلوقتي بأنه يمثل الشعب يبقى إحنا مطالبين في الفترة الحالية أن يبقى فيه تشكيل دستور بالاتفاق ما بين البرلمان وابتفاق بين خبراء من القانون وخبراء من الاستشاريين أو المجلس الاستشاري نفسه يتم وضع الدستور وبناء العالية يتم انتخابات الرئاسة بشكل هادئ وهو ده اللي عملته تونس وهو ده اللي بيحصل على فكرة تونس ممكن العكس تونس ابتدت بالدستور وبعد كده انتخابات ابتدت بالدستور كقعدة أساسية بس لسه بيبقى فيه شوية ترتيبات له وبعد كده عملت الجماعية التأسيسية اللي ابتدت بعد كده يعني استقارت بعد كده بشكل نهائي حتى لو كانش سوريا على رئيس جمهورية وأنا معجب جدا بالنموذج التونسي لسبب إسلاميين هم اللي شكلوا الأغلبية وهما اللي استأثروا بالسلطة جابوا واحد ياساري اللي هو المنصف المرزوق إن هو يبقى رئيس جمهورية علشان يديه رسالة للعالم كله إن فيه شفافية وفيه احترام وتقبل للأخر هذا اللي احنا عايزينه طبعا كلنا خلينا احنا قدامنا تلات دقيقة حديك عايزك تختار خبر ممكن أو خبرين ولا ممكن نعدي عليهم بسرعة اه أنا أقول حديك على حاجة يعني هو الحكومة تعلن اليوم السابع في صفحة الأول الحكومة تعلن صرف سبعين مليون لأسر الشهداء شهداء ده مرتبط يعني جوهريا بالحكومة تطلبوها لشهرين لتلبية مطالب الموطنين إن فيه حركة نشاط من الحكومة إنها عايزة تثبت إن هي عند حصن الظن وده كويس إن فيه صرف سبعين مليون وإن مش هنتكلم عن انتخابات للانتخابات لسه يعني المرحلة التالتة لانتخابات بس كل المؤشرات بتقول إن الإسلاميين هم المتفوقين بس فيه حاجة لفتت نظر إن حزب النورة عمل صفحة على الفيسبوك اسمها هيئة النهي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر على غرار المملكة العربية السعودية أما بالزبط واضح إن فيه حاجات بتدان وكل ما أنت بتاخد فرصتك في الظهور بتظهر وبتطلع على سطح الحاجات فده كل شوية بيتكشف إن فيه توجه معين للسلفيين هل إحنا هنتعامل معه إزاي هو ده المهم ده اللي جايب هل إحنا هنتجهله ولا هنبدأ نروضه ولا هنتقبل إيه وإيه نرفض إيه وفي الأول في آخر أنا بهني طبعا لعب الفتاح على إخلاق سبيله هو و28 آخرين بس يطمم منعه من الصفر ده معناه عشان لسه الأحتاج انت لسه تحت الميكروسكو لأ ولسه كمان متهالي فيه تحقيق بالزبط فأنا عايز أقول لها حاجة إن دي رسالة برضو واضحة وأنا مؤيدها ما فيش أي نوع من أنواع التوتر في الفترة الجاية المفروض ولا فيه أي نوع من أنواع الشحل سواء المعناوي أو الإعلامي لابد أن تهدأ الأمور ولابد إن إحنا نلتفت لنفسنا شوية ويلا بقى نبني بلدنا بجد ومن تالي كل الأخبار بتدعو لدلوقت كالي التهدئة واضح التهدئة ولازم بجانب التهدئة لازم يبقى فعل لأن التهدئة من غير فعل يبقى كده إنت بتخدرني وبالتالي هنكمن شوية وبعد كده إيه صحي طب أستوى شريف سمير حدرية كنت عايز نقول خبر خبر زي ما قلوه إيجابي في الآخر خالص كمان عن فيلم أسماء نال درع الصحة العالمية وفيلم أسماء كان شجاع عن المخرج والمنتج والفنانين المشاركين فيه الحقيقة لأنه بينتطرق لقضية مرض الإيدز بس بيترحى بشكل فيه رقي ونضج على المستوى الفني وعلى المستوى الإنساني فأنا دار يعمل دارها الصحة العالمية ده معناه أن أنت ممكن تعمل حاجة فيها إبداع وتخلص في اللي أنت بتعمله فهتكافأ زي بالزبط ما الشباب العربي الكافأ على أنه أصبح شخصية عام 2011 بس يرد بالسوارات تكتمل وتأتي سمارها إن شاء الله يا فندم أستاذ شريف سمير رئيس قسم الشؤون العربي بالأهرام ده له بشكر حريكي يا فندم على وجودك معنا النهاردة أستاذ في المستوى؟ شكرا